أبدأ معاك طبعاً بنادي الزمالك أكيد يعني نادي الزمالك أمس مباراة ما كانتش جيدة قدام فريق سجراتها الناس ده علينا الناس مش مبسوطة مباراة أخرى الزمالك يتعثر فيها حتى لو بتعادل بعد مباراة بيت رأتتك وكان في النص يخصارها من سموحها إيه اللي بيحصل في الزمالك؟ إيه اللي أخبطة في الأمور الفنية بص يا كريم هو الموضوع مش من الثلاث مرشوطة اللي فاتوا يعني أنت من عندك منكسر رابطة ممكن يبقى فيه ألارم كده أن فيه حاجة غلط موجودة في الفرقة إدارياً لو هنقول إدارياً بس عشال الانتخابات أنت بقى لك سنتين فيه اللي جان مؤقتة وبتاع فأنت كلعيبة عودت وخلاص الموضوع هيمشي شوية لغاية ما تستقر بقى فيه مجلس إدارة بزرطة فيه حاجة جوه يعني فيه حاجة أنا يعني وجهة نظر أن فيه ستين سبعين في المئة هم بره الملعب مش جوه الملعب إنت بتكلم على يعني بالنسبة لأنا يعني النزال الزمالك أو الفرقة سقوات قوي جدا صح ومن يعني من أقوى السقوات الموجود في مصر وإن كده مجلد الدوري السنة الفترة أه الدوري بمشاكل كتير جدا فأنت فنياً قادر إن إنت تتعدي المشاكل دي كلها لكن فيه حاجة غلط من أول من أول بانت في البطولة بتاع تكسر رابطة إن فيه يعني إن فيه إن فيه فنياً وفيه حاجة مش مظبوطة جوه الفرقة كزا مشكلة يعني يعني هنقول لعيبة فيه مثلاً يعني أنا غادة دوقتي مش عارف لغز طارق حمد إيه مش موجود ليه إيه الموضوع معها اللي أعلن إنه مصاب يعني طارق مش من الناس اللي هي تحب تقعد كتير بره الملعب وفيه مانشاط مهمة كتير يعني تلعبت وهو مش موجود فيها فأكيد الحاجات دي بتبقى إدارياً بتبقى فيها مشكلة طارق حمد هو أكتر لعب مؤثر فنان في الزمالك يعني المشاكل في الزمالك على مستوى اللعب وعلى مستوى الشكل الخطي غياب طارق حمد فيه هو اللي عمل الأزمة دي كلها آه طبعاً طارق من اللعيبة اللي تفرق إنت بتكلم فعمد فاكر بقى فرقة ده واحد من أهم من الناس اللي موجودة في الفرقة في الفرقة يعني وطارق في البيك بتاعه يعني يعني يفرق طبعاً كمان يعني اللعيب اللي مكان طارق مش هيبقى دلوقتي داخل في الموضوع زي طارق ففنياً في مشكلة جوا الفرقة آآ ماتش بتروت لكو انت بتكلم هنا جوا جوا ملعبك نفس اله الأزمة اللي بتاعت السنة اللي فاتت ان انت بتحط نفسك بعد كده في حزبة برمة ان انت لازم بتكسب بقى بره وتكسب جوا وتكسب أو تسنى نتائج الفرقة التانية فانت المشاكل الكتير دي كلها آآ حطتك في ان انت بتقول طب هو اللعيب فنياً واللعيب إدارياً فطبعاً انا بالنسبة لها وقت نظر ان في مشكلة كبيرة جداً جوا قدت اللبس مشكلة كبيرة آآ طبعاً لا ده مش آآ انت فرقة فرقة زي مالك معلش يعني آآ الدوري مسلاً ما عمالش سموحة في لعيبة آآ يعني في لعيبة مش هي مش عايز اقول مش عايزة يعني مش هي او مش يعني مكسلة ومش هي اللي يعني مش بطل وقت دوري يبقى هو ده اللي يعني هو ده الشغل الفني اللي موجود في المرحة بس فهم برات سموحة مش عايزة حمله بس في نفس الوقت هي اشارة ليه يعني كارترون بس كارترون دفع بعدد كبير من اللعبين اللي مش قاسيين يعني مش هقول ان هم اللعبين مش مميزين هم كل اللعبين من نازل زمالك اللي موجودين بشكل اساسي واحتياطي هم مميزين بس تسع لعبين متغيرين في القوام الاساسي للفريق بيلعبوا مع بعض الأول مرة ما هو ده خطأ فني اه طبعا طبعا في مشكلة فنية كبيرة طبعا بان الرواضح للراجل اللي مركز يعني يعني مش مركز زي السنة اللي فاتت ممكن في عاجات كتير شغلاء مم كاداريا اه معرفش اه انا بسمع اللي هو ما فيش هو حاس ان في يعني حد ما يعني من الاخر يعني حد مسلا متربص له مجلس دراء متربصه له مش وقت دعم كفاية اه اه اي بس ده ده علاقته بايه يا كابتن احمد بصراحة شديد اه اه باني انا غير تسع لعبين في الملعب في المباراة واحدة يعني ما هو فنية انا صاحب القرار انا انا في الملعب انا اللي اعادت اشرف بن شري وانا اللي اعادت زيزو وانا اللي اعادت سيبي الجزيري وانا اللي اعادت محمد ابو جبل مصبوك انا اللي خدت القرار بزبط ده ايه اللاقته ما هو مشكلة يعني انا برضو كارتنون هو اللي بيعمل حاجات غريبة بصراحة مش نونتقية اه هو طبعا هو طبعا يتحمل المسؤولية طبعا يعني كاملة في القصة دي بتاعت اله ده مش روتيشن كمان يعني لو اعايز اه روتيشن انا مش روتيشن يعني اه روتيشن بتغير اتنين او تلاتة بالكتير اه بزبط طبعا خطأ فن كبير طبعا منه يعني انا بقول هو من الاسباب طبعا اللي كان تلون برا نفس هو نفسه برا الفورما بتاعت الفنية ان هو يعمل حاجة زي كده في سكوات نالي الزمالك لازم هترجعك ورا شوية يعني لكن انا بتكلم ان فيه ان انت تغلب مطش وتتعدل التاني تتعدل التالت وفي كاس الرابط عندك مشاكل وبين ان انت داخل على عدم استقرار فني واداري وبانت على طول في المطشاط الرسمية وبطولة افريقيا انت داخل في ازمة كبيرة اه الدوري الموضوع يبتدي تساحب منك فانت طبعا اتمنى ان الكلام ده كله يتلم بسرعة جدا والنال الزمالك يمشي على يرجع تاني يعني في المنافسة تاني في كله بقى يعني خلاص يعني انت انت كفنيا يعني لو انت استنفذت كل الاخطاء اللي انت ممكن تعملها فطبعا المشكلة طبعا انا اقول لك طبعا فنية مع كرتلون طبعا كرتلون مبارح فجيئنا ان هو بيلعب بتلاتة تلاتة في خط الدفاع لا كان مفاجأة بالنسبة لك ولا كنت شايف انه طريقة لعب صحيحة وسليمة عمرو بلعب بيها عمرو بلعب بيها مفاجأة طبعا لا مفاجأة يعني بيلعب معرفش يعني بيلعب هو بتاكتيك نفسه هو ما يعني معرفش اقولك بيجرب بس مش دلوقتي ومش وقت الكلام ده انت خاصا انت مش مستقر فنية يعني في مشاكل في اداء متزبذب فانت وانت متزبذب ما تغيرش عشان ما يحصلش مشكلة معنا بقولك او مش انا متغلب كانت هو مش مركز مش مركز زي السنة اللي فاتت يعني ليه انا مش عارف يعني لغز فطبعا الكلام ده طبعا انا ناكس على اللعيب غير ان انت كمان نادي الزمالك اللعيبة كتير دخلة في قصص وتجديد وقصص وبين شرق وابو جبل وطارق فكل ده في قط اللبس مشكلة يبقى المدير الفني كمان مش مركز وبيعمل في ماتش تغييرات بالتسع لعيبة وفي نفس الوقت بيلعب ثلاثة يعني يعمل لك اخطاء تانية فالموضوع كله بصراحة مش حلو الاسكوب تنال زي مارك